اعلن المدعي العام في انقرة فتح تحقيق في الهجوم الذي استهدف مقر الامن العام في وزارة الداخلية فيما قالت وكالة الاناظول ان نيابة انقرة اصدرت قرارا بحضر البث والوصول الى المحتوى المتعلق بالهجوم الارهابي وزير الداخلية التركي علي ايارلي كاية اعلن اصابة شرطيين اثنين في الهجوم واوضح ان ارهابيين هاجم مقر مدرية الامن العام لوزارة الداخلية في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا وان احدهما فجر نفسه فيما حيدت فرق الامن الارهابي الثاني ينضم الينا الدكتور احمد ويصال استاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة اسطنبول من انقرة وينضم الينا الاستاذ برهان كور اغلو الكاتب والخبير في الشؤون السياسية معنا ايضا من اسطنبول نبدأ معك استاذ برهان عن هذا الحادث الذي وقع صباح هذا اليوم كيف يمكن وصف المنطقة التي يعني وصل لها الارهابيان واستطاع احدهما من تفجير نفسه هي منطقة امنية صحيح هي منطقة امنية طبعا فيها كمان كذلك بعض المباني للوزارات وطبعا فوق المنطقة يعني تقريبا ما يقرب من 300 متر او 400 متر هناك مجلس مجلس الدولة يعني لذلك طبعا منطقة مقتضة في وسط انقرة القديمة ولكن هي في وقت نفسه يعني فيها ممرات للشعب للسيارات العامة طبعا يوم الاحد يعني كثافة سكانية في تلك المنطقة اقل هذا جيد وثانية طبعا هذه في النهاية مثل ما قيل في الاخبار هي محاولة يعني لم ينجح بما معناه فقط طبعا فجروا في واحد فجروا في نفسه الثاني قتل من قبل الكوات الامنية هناك اعتقد اضرار طفيفة للشرطيين ليس كبير عملية انتهارية نحن كنا ألفناها ولكن منذ تقريبا 2016 لم يحدث مثل هذا اخرها كان في 2016 انا طبعا اربط موضوع بيعني في تلك الفترة كان هناك يعني قبل المحاولة الاقلابية الفاشلة كان هناك عناصر من تنظيم فتو في داخل القوات الامنية وعند الجيش طبعا بعد المحاولة الاقلابية الفاشلة تم تصفية هذه الاناصر من القوات الامنية لذلك كان هناك فترة طويلة من الامن والاستقرار في عنقرة فقط في استنبول سنة الماضية كان هناك برضو تفجير يعني قوي لكن كما ذكرت انت طبيعة هذا التفجير او هذا الخرق يختلف يعني حتى من حيث الضحايا الحديث الان عن اصابة الشرطيين وتتحدث انه الاصابتين يعني ليست بصورة بالغة لكن المكان هو حساس جدا هو يعني دوائر امنية مقر وزارة الداخلية وايضا مقر البرلمان التركي قريب من تتوقع الجهات المستفيدة او التي يعني هي من نفذت هذا العمل؟ طبعا يعني بعد التحقيق سادة تبين ولكن طبيعة يعني العملية تدل لحزب الامار الكردستاني بالدرجة الاولى